أما برضو في تصريحات اللواء سيد شافيء لكن بخصوص القيادة عاصم عبد الماجد القادي بالجماعة الإسلامية الهارب طبعا حاليا والموجود في قطر قال اللواء سيد شافيء أنه تم مخاطبة الانتربول الدولي لإعادته من خلال وضعه بالنشرة الحمراء وقال أنه بيتم التنسيق حاليا مع الانتربول من خلال العميد ماجدي الشافعي لاستعادة عاصم عبد الماجد خاصة أنه متهم في العديد من القضايا وضح اللواء سيد شافيء قال أنه صحيح ما فيش اتفاقية تسليم مجرمين ما بيننا وبين قطر لكن بموجب النشرة الحمراء واتفاقية جامعة الدول العربية الموقعة ما بين جميع الدول العربية الخاصة بتسليم الهاربين فبالتالي وفقا للنقطتين دول يحق لنا المطالبة بعودة أو تسليم عاصم عبد الماجد ترجمة نانسي قنقر